حسب ما قالت بوليتيكو وهي مجلة أمريكية نقلت عن وليل عهد السعودي اسمه واشيقو المليح نقلت عن وليل عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إنه يخشى التعرض للاغتيال في حال أقدم على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وقالت المجلة إن ابن سلمان أبلغ مشرعين من الأمريكيين أي أعضاء من الكونغرس بمخاوفه هذه خلال محادثات جرت مؤخرا بينهم وذكرت المجلة أن ابن سلمان وخلال حديث مع أعضاء الكونغرس استذكر اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات والتي يعني هذا الاغتيال جاء بعد إقدامه على التطبيع مع إسرائيل وقالت المجلة إن ابن سلمان تساءل عما فعلته الولايات المتحدة لحماية السادات كما أنه ناقش التهديدات التي يواجهها في شرح سبب وجوب أن تتضمن أي سفقة من هذا القبيل مصارا حقيقيا لدولة فلسطينية خاصة بعد أن أدت الحرب في غزة إلى تفاقم الغضب العربي تجاه إسرائيل الحقيقة مش فقط غضب عربي هو غضب إنساني وغضب إسلامي وغضب كل من فيه ريحة الإنسانية أو ريحة الغاضب وغاضب بشدة إنما إنما بن سلمان هذا إذن يقول بصريح العبارة من أنه يخشى الإغتيال إذا ما ذهب للتطبيع لكن قال أنه سيذهب للتطبيع حتى مع مخاوف ومخاطر أن يختال فإنه سيذهب للتطبيع مع إسرائيل كل ما يريد أن تكون هناك أي شيء نسموه دولة فلسطينية وأن تقدم له الولايات المتحدة الحماية الكاملة له ولبلاده إذا ما ذهب للتطبيع وبالفعل الولايات المتحدة منذ أن جاء بايدن كانوا أوقفوا بعض الأسلحة اللي كان يقتل بها اليمنيين هم أعطاوها له من جديد قيمة 750 مليون دولار وهي جاية أخرى بمليارات الدولارات والأمريكان قالوا له هو يريد نوع من الحماية يعني بن سلمان وكاننا نعود إلى القرن إلى بداية القرن تونس احتلت وسميت الاستعمار الفرنسي سمى نفسه حماية والمغرب احتل بعد ذلك بحوالي 20 سنة وسمي الاستعمار يومها حماية هو استعمار لكن سمي حماية وأنه جاء بطلب من الحكام طبعا لم يكن هذا صحيحا بالمعنى الحقيقي أو الواسع لكن الاستعمار طبعا يجب أن يجد ناس يطلبون منه أن يحموا كما يفعل بن سلمان الآن لكن ربما بعضكم ربما بعض الشباب اللي تابعنا لا يعرف كيف اقتل السادات نفتح قوس هنا على السريع ونقدم لكم هذه الصورة أولا سادات كان في زمنه وننتكلم عن السبعينات حتى 81 وقته اللي اقتل في 6 أكتوبر 81 واللي قتلوا هي مجموعة من العسكر المصريين الجنود المصريين من الأحرار المصريين هم اللي قتلوه وأشهرهم خالد الإسلامبولي لأعدم فيما بعد لكن كان السادات يظهر وكانه فرعون خاصة أنه عنده شبه السادات عنده شبه يعني في شكله إلى حد ما من فراعنة مصر القدماء هاي هنا لحظة اغتياله كانت لحظة فارقة في التاريخ طبعا صادمة لأنصاره والأمريكان والإسرائيل الآخرين لكن كانت لحظة فارقة وأفرقوا فيه أكثر من 37 رصاصة والملاحظ أنه كان يجلس بجنبه مبارك كان نائب له وزير دفاع كان على شماله مبارك على يمينه وكبار القادة لكن هم كانوا يريدون قتله هو فقط وقتله هو فقط وجرح آخرين يعني أو قتلوه لكن دون أن يكون بقصد يعني تركيزهم كان عليه قضية كبيرة وكانت خطيرة وكانت قلبة العالم يومها كنا في أكتوبر 81 لا زلت أتذكر تلك اللحظات وغيرت كثير من نوعتيات لكن طبعا جاء مبارك خلفا له ومبارك كان أسوأ من السادات لذلك مرات هذه الإنقلابات إذا لم تكن ثورة حقيقية يعني الإنقلابات لتحدث إذا لم تكن ثورة حقيقية أو تتباح ثورة حقيقية أو تكون مرفوقة بثورة حقيقية سبقتها أو تبعتها أو كانت معها فإنها قد تأتي ربما حتى بأسوأ من الذي تم إخراجه من الحكم أو الإطاحة به كيفما كان وموضوع السادات أو مصر كان أحد الأمثلة البارزة فاغتيال السادات لم ينهي التطبيع بل عمقه لم ينهي الاستبداد بل ضاعفه لم ينهي تدمير ونهب خيرات مصر بل زاد في ذلك أكثر بكثير وبالتالي هذه العمليات ما هيش هي الحلول الحلول هي الشعوب تكون عندها الوعي تكون عندها القدرة على التغيير وليس عملية هنا أو هنا قد تأتي ربما بما هو أسوأ وأبشأ هاي حتى نحن عندنا مثال بسيط أختيلة القايد صالح بالمناسبة اليوم زادتني معلومات إضافية تفصيلية على كيف أختيلها إن شاء الله في الأيام القادمة نحدثكم عليه أختيلة القايد صالح وكان القايد صالح سيئا جدا وحرم الشعب الجزائري من التغيير وبعد أن استفاد بعد ما كان يقول رح مع مع أبو تفليقة والانتخابات والأهداء الخامسة استفاد من الضغط اللي مارسوا الشعب الجزائري وأزاحه أبو تفليقة ولكن تمسكها بالسلطة وجاب تبون وأختيلة طبعا موجود الحراك اللي يقتاله الحمد لله الحراك سلمي وسيظل سلميا إن شاء الله أو لا عنفيا بعبارة أدق مرت ناس ما يفرقوش ما بين السلمي واللا عنفي إحنا دائما قلناها نحن ضد العنف وسنظل دائما ضد العنف لكن هذا لا يعني الجبل لا يعني الجبل يعني اللا عنف وهذا فرق بينه وبن السلمية في بعض التفاصيل المهم لما أغتيل القايد صالح الفريق اللي جاء بعده شنغريحة ومن معه أبشع بكثير أبشع بكثير والنظام اللي رأي اليوم قائم أو العصابة اللي رأي قائمة اليوم أبشع مؤسوأ وكلكم تعيشونها يوميا سواء في الجزائر أو في الخارج أو في الداخل من الفريق اللي كان اللي خرج الحراك ضده اللي هو بودفليقة أو حتى كان ضده أيام الحراك اللي هو القايد صالح لماذا؟ لأن اللي أقدم على اغتيال القايد صالح والإيطاحة به مو الشعب الجزائري إنما مجموعة داخل شنغريحة لأن شنغريحة كان عارب اللي هي دخل للحبس وهذه شهادات سمعناها من عند بنويرا ومن عند آخرين باش نرجعو إذن لابن سلمان بسلمان بصراح العبارة يقول لهم أنني خايف من أن يتم اغتيالي كما قتل السادات والسادات لم تحميه أمريكا أنا أريد حماية من أمريكا وأريد حماية للسعودية يعني لبلادي لأنه عنده مشروع طرفيه مشروع الإفساد العظيم ليسميه مشروع الطرفيه وحماية شخصية بالمناسبة هو الآن حماية الشخصية وهذه المصادر متعددة بما فيها مصادر دولية ومليس السعوديين اللي يحموا بن سلمان اللي يحموا بن سلمان هي شركات أمنية غربية مرتبطة بدول غربية ومليس السعودية ولا يقترب منه السعوديين إطلاقا حتى هذو اللي يقدمونه القهوة واللي يقدمونه الآكل واللي يقدمونه هم السعوديين وتشرف على حماية بن سلمان شركات غربية كل واحدة عندها دور ربما كاشنهار نستضيف أحد إخواننا السعوديين اللي منطلع الأمور هذه ويفصلنا فيها أكثر فماذا يريد بن سلمان إذن؟ هل يريد أيضا حمايته من أبناء عمومته اللي ينتظروا دوره ويطيحون به أم يريد أن يسلم الحكم مباشرة لمزيد من الشركات الأمنية الغربية بالحقيقة أو يريد فقط القول بأنهم أعطوني شوية امتيازات أخرى وحافظوا علي لأنكم لهم تحافظوا على السادات لأنه يعرف في قرارة نفسه ويعرف من خلال مخابراته أن شعب الحرمين اللي يسمى الشعب السعودي ظلماً وعدواناً كلمة السعودي هذه ضد ما يقوم به صحيح استطاع أن يفسد نسبة لكن كثيرين السعوديين اللي اتكلمت معهم أو من أهل الحرمين يقولوا لهذه النسبة الظاهرة فقط قليلة أن الأغلبية الغالبة من شعب السعودي هم ليسوا معه وضد سياساته وضد إفساده للمجتمع وللأسر وضد هذا الفساد العظيم اللي فيه أحياناً يكون قرب مكة وقرب المدينة حتى يعني لم يترك حتى الأماكن المقدسة مع ذلك يربط مصير الآن كله مزيد من الربط مع القوى الخارجية ولذلك عندما نقول أننا نحكم بوكلاء بجواسيس هذا ليس فيه أدنى مبالغة وهاه دليل آخر يقوله هو وتأتي به صحف أمريكية أعتقد أن سنتوقف هنا في الملف قبل ذلك فقط أقول هذه ربما كانت لفتت انتباهي وهي أن السلطات في مدينة نيويورك سيكونوا دائماً منصفين في الحقيقة السلطات في مدينة نيويورك وجهت اتهامات لرجل يهودي بتهمة محاولة قتل وارتكاب جرائم كراهية وحملة مضايق وعنف استمرت لمدة أشهر ضد جاره المسلم وهذا اليهودي اسمه إيزاك كادوش من بروكلين وقد اتهمه بأكثر من أربعين تهمة بما في ذلك محاولة القتل من الدرجة الثانية ومحاولة القتل من الدرجة الثانية كجريمة كراهية والاعتدام درجة الأولى كجريمة كراهية والسطء من الدرجة الثانية والسطء من الدرجة الثانية كجريمة كراهية إلى آخر إلى آخرها وذكرت الشيكو أن كادوش أخبر جاره المسلم أنه سيقتحم شقةه ويقتله لأنه يهودي وجاره مسلم وفق لعدة وسائل الإعلام أمريكية من بينها الان بي سي نيوز ونيويورك تايمز ألقي القبض على كادوش يوم السبت الماضي بعد يومين امتهامه باقتحام شقة جاره وتدمير الأشياء بالداخل وتغطية الجدران بالطلع الأزرق والزيت وتدنيس المصحف الكريم بحسب الشكوى وفي نفس اليوم ضرب كادوش هذا جاره أيضا بمطرقة على رأسه مما أدى إلى نقله إلى المستشفى بسبب نزيف داخل وقال ممثل للدعاء إلى آخره والجار لافت انتباهي لأسم كلمة الجار لأنه قد يكون قد يكون لأن الاسم هذا عندنا في الجزائر اسمه أحمد شبيرة وقال وتحدث أحمد شبيرة لصحيفة نيويورك تايمز إلى آخر إلى آخره أحمد شبيرة هذا الاسم شبيرة أو شبيرة أو شبيرة هو هكذا ينطق موجود كان عندي زميل أسمه حمد شبيرة في الخارجية والحقيقة أنه كان أحد كبار المرتزق يعني خاصة مع 92 اكتشفته جيدا ونظر مرة ما زال في وزارة الخارجية كان الآن عمره حوالي 75 سنة وكان ما زال سفيرا واشتغل سفير في عدة أماكن وقد تجاوز بعد السبعين بعد أن تجاوز السبعين لكن لم أسمع عليه منذ سنة أو سنتين مش عارف إلى بعثوه روتريت أو ما زال في المنصب لكن كنت أعرف أنه بالرغم من أن كما تعرفون يعني التقاعد الروتريت هي 65 سنة في الوظيف العمومي الجزائري إلا أن هناك اليوم في الجزائر سفرة عمرهم سبعين، 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 ثماني وهكذا في واحدة أيضا من الإشكالات صحيح أن السفير ما هوش كما جنرال يستطيع مرات يكون في سن معين وما زال لكن غيروا القانون غيروا القانون وقولوا أن الوظيفة العامة في الـ 75 مثلا أو أن ما يستطيع الناس أن يذهب تقاعد في الـ 65 ومسموح إلى غير 75 أو 80 أو 100 أو 150 حتى لن يقوموا قانون تخرجوا بعد لما تشكوا فيه ولا موش عميل ولا موش مرتزق تطردوه حتى هو فيه ما زال قادر وربما فيه أفضل ما يكون بينما العملاء والمرتزقاء يشدوا المناصب لأن عندهم علاقات وعندهم سلوكيات بائسة ويشدوا المناصب وقد تجاوزوا مرات بعضهم يكون خلاص يعني يكون خلاص ما هوش قادر يتحكم في أموره البيولوجية ورح سافير أو رح جنرال كما شنقريحا ومرات في أهم مناصب البلاد مش أي منصب ترجمة نانسي قنقر